اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شقروا شقروا جيلا هديها تحملي أنا خلاص دحرنا بينا شعبا ولاش يسمع في المحل ودخل أنا وزوجتين سود أنا وزوجتين سود تحملي ها نسك معايا تعالوا من نمسكش لوحة دي ما حد لو داخل أنا وزوجتين محلو داخل زوجتي زوجتي بنت جاهل فاهمة ما حد لو داخل ما حد لو داخل قالي الأعداب الآن أنت أدو سرق السوق ولا لا أنا أخرج السوق معاقل مش كذا تهبت دانك بها أنت تحملي كل حقا ولا لا آه يتحمل بك مش كذا أنت فاقرة بالبيت هايش أنت فاقرة تكون متعاوان مش كذا دم أنت بحق به عقبك بحين عقبك سمعت يبان الناس أدو لي سمعت بالناس معانيك شدخل أنت فضول فضول معانيك شدخل أنا حرنا بزوجتي معاش أخرج مش بيتكم هبالا هبالا يا أخ هبالا هبالا ما حد لو داخل ما حد لو داخل فضولي تعلم البنت ما حد لك شدخل تعلموا البنت هل خراب أنتم ما حد لو داخل أنا وزوجتي ما حدوا طيب تبا تبا فعال أنت مو بعيد على الشوشراح أنا وزوجتي تعال هل أخرج يا قدي أم عتيبين الناس الله أكبر علي هبالا ا Howard نعمل ما اليك الشدخ لطي نعمل حسناً شكراً أميًا غيرها أقنعيها قفل قفل شكراً يا له أنبتنا كنت أميًا فضول أنا أميًا يا له رجع رجع لكي رجع إنه يبقى أنه أنا بس معك أنت راقل من اللي يا راقل رجعون الله رجعون رجعون تحادلو داخل السلام عليكم عليكم السلام قبل ما ادخل انا بينا شوفيش بتصيحي مرة ما نقبل ادب ليش ما اللي ما نفعل يعني هنا خلص قدى مراته يتكون عبدالو ولا ايش ايش اللذي خلش تتفاعلي مع الموضوع مخلص انه ده انسان بلا ادب وهدي قارس ضربية ويدهفية ويتسرها علشان لا فلا تتلحق تخليها ببيته ولا لا اش رايش في الازواج اللي بيعاملوا زوجاتهم بهذا الطريق لا مش رجولة مش رجولة يا حبيبتي الرجال انه يحترم مراته وماشتراها ايش عبدالي الرجولة ادب وخلق يشوف كيف يرتقي في عني شوية والله امود ودي عليه وها بالله من جدي والله نحن انش ضربوه ايوه ما يسلعش اول حاجة نحن انش يدو على حرمه زي من حرمه احترمته وقدرته واخترته وزوج له يحترم حاله يعني حتى وهو جاعله وزوجته خرقه غطبا عنه يتغاضي يروح البيت يخرج كل ما بقلبه اما كدام الناس ايوه والله لاني كنت لعشرة من الدم حقه طيب اشرة ليش في الازواج اللي بيفعلوها هكذا قليل ادب ما عنده شو رقوله اني بالنسبة اول ما شفت الموقف قلت له يعني مش كدام الناس حرام بيقي حد يذلك زي من انت كده الذله اه خلاص دع المعين تفاهم هناك بعيد عن الناس مش حول يعني اتقال طيب زوقتك ما قلنش لا بس دع المعين عن الناس يعني كده المظور مش حول وقدام الناس تفرقوا عليكم والله بيقيهم بيذلون انك لزي من الذله ايش هذا كده قدم طيب اش رايش في الازواج اللي بيعاملو زوجاتهم بهذا الطريقة هذا اول شي عم في الصدق من نسبة لي الصراحة شبه عم يعني مطلقة وحاسسة بهذا الشي يعني طلقت يعني ببعنف يعني طلقت يعني ببعنف بسبب هذا الشي بسبب هذا الشي كان بنفس الوقت كده يفعله يعني ما مشيني وهو بالشارع ويمشي كده وسب لي ويكحبني عالارض افتهم لي كيف فاني حسده والله الام نحس يعني برعشة وقل بيدو قد مش وقل في لي سنة الدركة القاصل من القامل بدعز يعني قدتوا عني في مناطق اخرى يعني مش وثقفين اما يعني بدعز متوقعش هذا الشي طيب في رايش ايش الحل علشان نوقفها هذه الظاهراء التعنيف الزوجات والله احسن حل كل انسان يعني متفاهم بزوقته كل واحد يعني يفهم الثاني يعني يخاف على سمعاتك ان اخته تهملي كيف بنت الناس يبنته يعني هي بنت الناس مكان اخته امه وبنته كمال بنفس الوقت يعني كل واحد يكون بينهم احترام ده بدل احترام مع بعض صحيح لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة